للوقوف عند حيثية هذا التطور ينضم إلينا من مرجعيون جنوبي لبنان مرسلنا سلمان العنداري سلمان ماذا في آخر تفاصيل هذا الهجوم؟ سامي في آخر هذه التفاصيل وهذه التطورات اليوم على الجنوب أو على الجبهة الجنوبية غارات إسرائيلية في هذه الأثناء في منطقة القطاع الشرقي حيث نتواجد خصوصا على بلدة مركبة إضافة إلى منطقة التلوسة ومنطقة رب 30 هذه المناطق محاذية للحدود على القطاع الشرقي وتعرضت لعدة غارات بلدة مركبة تعرضت لعدة غارات أيضا اليوم غارات إسرائيلية ولكن اللافت أيضا في القطاع الأوسط استهداف ثكنة برانيت العسكرية الإسرائيلية وهي مركز في شمال إسرائيل قيادة إسرائيلية عسكرية أساسية استهدف في نوفمبر الماضي بصوريخ بركان الأنباء الواردة من هناك بأنه تم استهداف هذه الثكنة مرة جديدة وردت المدفعية الإسرائيلية بقصف على أطراف بلدتين رميش وعيت الشعب ردا على استهداف موقع برانيت وبالتالي يمكن القول بأن حزب الله نفذ أول عملية له اليوم في مقابل قصف مدفعي إسرائيلي عنيف منذ صباح اليوم على عدة بلدات إن كان في القطاع الأوسط القطاع الغربي أو هنا في القطاع الشرقي حيث أيضا تعرض سهل مرجعيون لعدة ضربات مدفعية إسرائيلية في هذه المنطقة من القطاع الشرقي كل هذا يأتي وسط تساؤلات عن كيفية رد حزب الله غدا تستهداف سيارة كان فيها عنصران من حزب الله في منطقة البازورية شرق سور إضافة إلى استهداف المنازل المتكرر في المنطقة الحدودية والأخبار الواردة عن إمكانية حصول هدنة أو اقتراح هدنة لمدة يومين من قبل الصحافة الإسرائيلية أما حزب الله فيرد بتصريحات متكررة بأن هذه الجبهة هي جبهة إسناد ومرتبطة بشكل مباشر بالأحداث والتطورات في غزة في حال وقف إطلاق النار في غزة سيتوقف إطلاق النار في لبنان وعلى الجبهة الجنوبية وبالتالي يبدو بأن اليوم يستمر فيه هذا التصعيد التصعيد الإسرائيلي وأيضا التصعيد من جانب حزب الله على المناطق الجنوبية والجهة المقابلة للحدود سامي شكرا جزيلا لك مفادنا سلمان العنداري من مرجعيون جنوب لبنان